السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إخوة الكرام حوالكم إن شاء الله تكونوا بخير وبسلام ومصحة وعافية إن شاء الله ولا تنسوا الاشتراك في القناة برك الله فيكم اليوم إن شاء الله سوف أجيب الإخوة الذين يسألون عن متى يتم قبول أدسنس أو متى يتم عرض إعلانات أدسنس على قناة اليوتيوب طبعا بعدما وقع ما وقع تم حدف أو تم نزع الإعلانات من العديد من القنوات في اليوتيوب فبدأت سياسة جديدة وقد ظهرت دون تطبيقها وهي عندما يتم ظهور أو عندما تصل إلى عشر ألف مشاهدة سوف يتم إظهار إعلانات أدسنس ولكن هنا الإخوة الكرام بعدما ظهر هذه السياسة اليوم التالي مباشرة قد تم شرحها عن طريق الخطأ ولكن عادي لأن اليوتيوب لم تبين أصلا هل في فيديو أو في جميع الفيديوهات فقد ذكروا أنه في كل واحد فيديو تصبح عشر ألف مشاهدة وسوف يتم إظهار إعلان في كل واحد فيديو يعني فيديو عشر ألف والثاني عشر ألف سوف يتم هذا خطأ ولكن يقع لأن السياسة لم تكن واضحة وبينة ولكن بعد المرور أنها يعني بعد ظهر لنا عندما يتم اشتراك أي شخص تذكر لنا في الخطوة الرابعة أنه يتم ظهور إعلانات بعد وصولك إلى عشر ألف مشاهدة عامة يعني في جميع الفيديوهات يعني مثلا هنا خمسمية هنا أربعمية وهنا ألف وهنا ألفين إلى أن تصل عشر ألف مشاهدة وسوف يتم إظهار إعلانات ولكن بشرط وهذا الشرط صعب جدا والله لا صعب جدا وقد تم حضر اثنين قناة قمت بالتشغيل يعني تعيب جدا وتم حضرهم بدون أي سبب ولكن هكذا لا أعرف لماذا مع العلم أن حتى في هذه القناة الأرباح يعني السلام عليكم فقط أنا الآن أعملكم درس لوجه الله يعني ما في أرباح ما في شي أنه يعني بعد ما يتم مراجعة القناة يعني بعد ما تصل عشر ألف مشاهدة سوف يتم مراجعة القناة وهنا سوف تنتظر إثنين أو ثلاث إما يتم قبل ظهور إعلانتك أو يتم تبليغ يعني يعني ترك لك رسالة أنه هناك مخالفة ولا يذكرون المكان يعني مخالفة في ماذا في الحقوق أو في تضليل أو في يعني هناك مخالفة السلام عليكم ثالثا يتم يتم حضر قناتك نهائيا يعني السلام عليكم أعد قناة أخرى واشتغل وعدل وإلى آخرين المهم متاعي ولكن المهم درسنا ليس في ما تقوم به ولكن درسنا هو عدد أو العدد يعني الذي سوف تصل إليه ثم تظهر إعلانات هي عشر ألف مشاهدة عامة يعني تكون سببا في ظهور الإعلانات بعد المراجعة وأعتقد قد انتهيت وأعتدر على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته